ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هذا السؤال وجه من سجان فليبي والخلفية لهذا الموضوع بولوس وسيلة كانوا بيخدموا في منطقة آسيا وكانوا بيزوروا الكنيس ومكتوب في إصحاح 16 من سفر أعمال الرسل الآية 5 وكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم ولكن حدث شيء مهم أن الروح القدس منع بولوس يتكلم بالكلمة في آسيا وفتح الباب باب جديد في أوروبا وفعلاً الرسول بولوس أطاع هذا الصوت وذهب إلى أول مدينة في يعني بعد نيابلس إلى فليبي فليبي كانت مستعمرة رومانية في مقاطعة مكدونية في منطقة فليبي فهناك ابتدأ بالتبشير في اجتماع للنساء والرب فتح قلب ليديا لتصغي إلى مكان يقوله بولوس آمنت واعتمدت هي وأهل بيتها والشيء الثاني اللي حدث في فليبي أنه في جارية بها روح عرافة روح شرير وكانت تضايق بولوس والخدام اللي كانوا معاه ولكن بولوس الرسول انتهر هذا الروح النجس الشرير وقال له أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في الحال هذه المدن كان جزء من البزنس تبعها هو العرافة فكانوا يجندون الجواري حتى يقوموا بعمل السحر والعرافة ففي كلمات أخرى بولوس الرسول دمر البزنس العرافة في هذه المدينة مدينة فليبي والنتيجة رفعوا قضية على بولوس وسجنوا بولوس أسيلة ولكن الآتليون بتاع بولوس أسيلة كانوا يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت الأبواب وانفكت قيود الجميع وطبعا في هذه الحالة بحسب الحكم الروماني أنه الشخص اللي بيفلت منه السجين يعاقب بالإعدام فأراد السجان أن ينتحر ولكن بولوس أوقفه وخبره أنه هذه إرادة الله لتفعل بنفسك الشيء وفعلا أخذهم للبيت غسلهم من الجراح وأثار الضرب وسأل هذا السؤال اللي في غاية الأهمية السؤال المصيري وهذا السؤال يا سيدية ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أجابا وقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وبالفعل آمن سجان فليبي هو وأهل بيته واعتمد أيضا وأصبح جزء من هذه الكنيسة من كنيسة فليبي ولكن هذا السؤال ما زال يشغل العالم كيف أخلص كيف أحصل على الخلاص الكامل ولربما مع بساطة هذا السؤال أحبائي إلا أنه واحد من أهم الأسئلة وواحد من أعمق الأسئلة لأنه كما ذكرت يتعلق بأبديتك ومصيرك إلى الأبدي اشتركوا في القناة